لغة الإنجليزية لكن لا أصل إلى النتيجة المطلوبة عندي صعوبة بحفظ الكلمات لا أحفظ كثيرا ومشاكل أخرى كثيرا تمر على متعلمين اللغة الإنجليزية لكن في هذه الحلقة راح نركز على عشر أخطاء شاعة يجب أن تتركها من الآن يجب أن تتوقف عن هذه الأخطاء مباشرة إذا كنت فعلا راغب بتعلم اللغة الإنجليزية وكنت جاد في هذه المسألة إذن إذا استمرت بتطبيق هذه الأخطاء الأخطاء أبدا ما راح تتعلم اللغة الإنجليزية شنو هذي الأخطاء راح نبدي من الأقل أهمية إلى رقم واحد الأكثر أهمية نبدأ برقم عشرة الخطأ الشائع رقم عشرة هو عدم الجدية عدم الجدية في أخذ الأمور في تعلم اللغة الإنجليزية هذا الشي راح يخليك تتباطئ كثيرا تتكاسل وما راح تحقق هدفك أبدا يحتاج إلى مثابرة يحتاج إلى استمرار يحتاج إلى كثير من الأمور إذن أخذ الأمر بجدية كون جاد مع نفسك كون صريح مع نفسك أنه أنت تحتاج فعلا تعلم اللغة الإنجليزية وعدم الجدية هذه المسألة مسألة شائعة جدا أنه الكثير من الناس يريد يتعلم عنده رغبة لكن بعد فترة ما يستمر لأنه موجاد في تعلم اللغة الإنجليزية نروح إلى النقطة رقم 9 قلة الثقة بالنفس يعني إنسان إذا ما عنده ثقة بنفسه راح يكون عنده ضعف كبير في تعلم اللغة الإنجليزية لازم تكون واثقة بنفسك مثل ما غيرك تعلم لغة إنجليزية أنت قادر أيضا على تعلم اللغة الإنجليزية لكن تحتاج إلى طريقة صحيحة تحتاج إلى صبر ومثابرة جيد؟ نروح نقطة رقم 8 وهي المقارنة أبدا لا تقارن نفسك بغيرك كل واحد إلى ظروفه عنده وقته وعنده طريقة التعلم الخاصة به لا تقارن نفسك بغيرك المقارنة راح تخليك تتأخر وراح تضعف ثقتك بنفسك وبهذا بالنتيجة ما راح تقدر تتعلم اللغة الإنجليزية قلة الصبر إذا ما عندك صبر أكيد ما راح تحصل على أي نتيجة وهذه النقطة السابعة وهي مهمة جدا أصبر لازم تصبر حتى تحصل على النتيجة المطلوبة إذن أصبر أصبر كثيرا حتى تصل إلى هدفك جيد؟ نروح للنقطة الأكثر أهمية وهي النقطة السادسة عدم تحديد جدول زمني إذا ما عندك جدول لتعلم اللغة الإنجليزية راح تضيع راح تتعلم اليوم وتترك وتتعلم بعد سبوع بعد شهر أو حسب ما إصاد فكشي إذن حدد هدف حدد جدول لتعلم اللغة الإنجليزية مثلا يكون جدول يومي طبعا هذا أنا إلا أنصحك به حتى لو ما عندك وقت لازم تحدد جدول لازم عندك جدول ثابت تستمر عليه لأن هذا الجدول ضروري جدا أنه تتابع به حتى توصل إلى النتيجة المطلوبة إذن حدد جدول النقطة الخامسة وهي أكثر أهمية المماطلة والشكوى لا تماطع ولا تضيع وقتك ولا تشتكي إذا كنت مثلا تلقى أعذار دائما عفوا تلقى أعذار إنه مثلا ما عندي وقت أو أنا ما أقدر أحفظ أو أنا تعبان أو أو كذا الأعذار راح تكون مستمرة لكن إذا أنت فعلا جاد في تعلم اللغة الإنجليزية لازم تستمر لازم تستمر وتترك الشكوى وتترك المماطلة حتى ما يشتغل عندك العقل العاطفي اللي يخليك تفكر بشعور أكثر مما تفكره بعقل راح يقلل عندك الحفظ كثيرا إذن اترك المماطلة والشكوى واستمر بتعلم اللغة الإنجليزية مهما كان النقطة الرابعة وهي أكثر أهمية عدم تحديد أسباب لتعلم اللغة الإنجليزية هذه النقطة أنصحك بها أنه تجيب ورقة وقلم الآن وتكتب أسبابك لتعلم اللغة الإنجليزية تخلي هذه الورقة أمامك حتى دائما تشوفها وأيضا اكتب في تليفونك وخلي هذه الأسباب دائما بذهنك حتى دائما تكون متحفز ومستمر بهدفك هي أنه لازم تحدد أسباب لماذا أريد تعلم اللغة الإنجليزية نقطة ثالثة التركيز أكثر من اللازم على القواعد يعني تضيع الكثير من الوقت على القواعد اللغة الإنجليزية وهذا شلون وذاك شلون وشلون أكون جملة وشلون ما أكون جملة هذا الشيء رح يعطلك هو ما رح يخليك تتحدث باللغة الإنجليزية ولا رح يخليك تفهم إذن انطوقت للقواعد لكن مو أكثر من اللازم المحادثة والاستماع أكثر أهمية بكثير حفظ الكلمات حفظ المصطلحات حفظ الجمل وهنا نصحك بطريقة الحفظ بالجمل أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية موجودة في قناة السلفيرس أكاديبي تجد الكثير من الدروس فقط إذا ضغط على سبسكرايب واشتركت في القناة رح تجيك الكثير من الدروس أيضا على لايك وادخل للقناة وشوف الكثير الكثير من الدروس بهذه الطريقة المميزة اللي رح تتخليك تتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وبناءة الحلقة رح تشوف أيضا الرابط لهذه الحلقة اللي تعلمك خطوة بخطوة شلون تتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سريعة وسهلة النقطة الثانية هي الخوف والتردد إذا عندك خوف وتردد من تعلم اللغة الإنجليزية وما عندك جرأ تحدث أمال آخرين هذا الشيء راح يعيقك لازم تترك الخوف والتردد على جانب وتباشر في ممارسة اللغة الإنجليزية والكلمات اللي تتعلمها والعبارات والجمل والأشياء اللي تعلمتها لازم تطبقها حتى تقدر تستفاد من عدها تترك الخوف والتردد كن شجاع وباشر في التحدث في استخدام اللغة اللي تعلمتها كن شجاع في تعلم اللغة الإنجليزية إذن النقطة رقم واحد وهي الأكثر أهمية اللي لازم تباشر بها من الآن وتستمر بها إلى حد ما توصل إلى هدفك عدم الاستمرار اليومي إذا ما عندك استمرار يومي أبدا ما راح تتعلم اللغة الإنجليزية بوقت قصير راح تطول عليك يجوز سنة سنتين خمس سنوات وإنت ما واصل للهدف اللي تريده لازم تكون عندك استمرارية داوم دائما على تعلم اللغة الإنجليزية ولهذا السبب قمت بتصميم كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين يعني كل يوم دقيقتين إذا شوف هذه الحلقة راح تتعلم منها الكثير الكثير من الكلمات والعبارات والمصطلحات اللي تهمك وتفيدك طبعا واللغة الإنجليزية بحر كبير ما راح توصل إلى نتيجة كبيرة جدا في وقت قصير لكن راح تتعلم كلمات تخليك تتحدث وتخلي عندك مهارة القراءة ومهارة الفهم والمحادثة أيضا بشكل جيد لكن إذا تريد تتمكن من اللغة الإنجليزية بشكل احترافي يجب عليك الاستمرار دائما وكل ما تستمر راح تزيد عندك المعلومات راح تزيد عندك المصطلحات وراح تتطور أكثر وأكثر جيد خلينا نراجع هذه العشر خطوات بسرعة إذن استمر يوميا في تعلم اللغة الإنجليزية النقطة الثانية لا تخاف ولا تتردد بل كون شجاع في تعلم اللغة الإنجليزية النقطة البعدها لا تركز الكثير من الوقت ولا تضيع وقتك على القواعد لين راح تصر عندك ملل أحباط ركز على المحادثة والفهم واستخدام العبارات اللي عندك النقطة البعدها حدد أسباب لتعلم اللغة الإنجليزية لازم أسبابك تكون واضحة تعرف لماذا أريد أنا تعلم اللغة الإنجليزية النقطة الخامسة لا تماطل ولا تشتكي وخلي كل تركيزك على الحفظ وعلى الاستمرارية في تعلم الإنجليزي النقطة البعدها عدم تحديد جدول سوي جدول من الآن النقطة السابعة قلة الصبر كن صبور واستمر نحو هدفك المقارن أبدا لا تقارن نفسك بأي شخص لا بلغة الإنجليزية ولا بغير أمور أبدا نقطة التاسعة كن واثق بنفسك كن شجاع واستمر في تعلم اللغة الإنجليزية النقطة العاشرة هي عدم الجدية كن جاد مع نفسك ولا تضيع وقتك أكثر من هذا ابدأ بتعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح ولهذا السبب الآن رح يظهر فيديو هنا في أسفل الشاشة اضغط عليه حتى تعرف خطوة بخطوة كيف تتعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح اشترك في القناة فعل زر الجرس واضغط على اعجاب على هذا الفيديو وانتظرنا في حلقة جديدة يوميا شكرا لك على المتابعة وتمنى لكم الموفقية اذا كان عندكم اي سؤال كتبوا اسفل هذا الفيديو في التعليقات انا انتظر تفاعلكم ان شاء الله على هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء